بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الخامس والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكملة لما مضى في الحلقات السابقة انتهينا إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين لا تزال الآيات الكريمات في سياق ذن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كان الواجب عليهم أن يكونوا أول من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لأنهم يعرفون حقيقة ذلك في كتبهم ويتأكدونه وكانوا في الجاهلية يتوعدون المشركين في المدينة ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان نكون معه ونقاتلكم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه وكفروا به فعاتبهم الله بقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بإسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ومع هذا ومع كفرهم الغليظ ومعاندتهم لله ولرسله يزكون أنفسهم يمدحونها ويكملونها لأنهم أهل الإيمان وأنهم أهل العلم وأن غيرهم أهل الضلال وأهل الكفر والله جل وعلا في هذه في هاتين الآيتين عاب عليهم ذلك استنكره عليهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم ترى هذا استفهام إنكار ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أن يمدحونها بما ليس فيها ويكملون دينهم وأنهم أتقى الناس وأبر الناس مع أنهم في الحقيقة من أكثر الناس وأضل للناس أما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم الذي كان الواجب عليهم أن يكونوا أول مؤمن به فكانوا والعياذ بالله أول كافر به فكيف يزكون أنفسهم ويبرئونها من الكفر ومن الإثم وهم على هذا المذهب الخبيث وعموما لا يجوز للإنسان أن يزكي نفسه في الدين ويمدح نفسه في الدين لأن هذا إعجاب بالعمل وإدلال على الله سبحانه وتعالى ومن على الله جل وعلا كما قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ثم أيضاً المسلم لا يدري هل تقبل منه أو لم يتقبل منه ما عمل لا يدري هل عمله خالص لله عز وجل أو أنه يدخله شيء من المكدرات فلا يزكي نفسه وإنما ثم أيضاً المسلم والمؤمن حقاً لا يفي بحق الله عز وجل وشكر نعمه فإن حق الله عظيم ونعمه لا تعد ولا تحصى فكيف الإنسان يزكي نفسه من الخطأ ويزكي نفسه من النقص هذا لو فرض أنه مؤمن حقاً ولكن هم ليسوا مؤمنين أصلاً لأنهم يكفرون بأعظم كتاب وهو القرآن وبأعظم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكيف مع هذا يدعون لأنفسهم التزكية والبر والبراءة وهم على نقيض ذلك هذا من العجائب فلا يجوز الإنسان الذي يزكي نفسه مهما عمل من الأعمال ولكن يعتبره مقصراً في حق الله سبحانه وتعالى وقد قال في الآية الأخرى فلا تزكوا أمفسكم هو أعلم بمن اتقى فهذه التزكية محرمة أما قوله تعالى قد أفلح من زكاها يعني النفس قد أفلح من زكاها قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون فالمراد بذلك ليس مدح النفس ومدح العمل وإنما المراد به العمل الصالح يزكيها بالعمل الصالح ويرفعها من الضلال إلى الهدى يزكيها بالعمل الصالح لا أنه يمدحها وإنما ينقلها من الضلال إلى الهدى من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة هذه هي التزكية المحمودة وأما التزكية المذبومة فهي أن يمدح نفسه ويتكثر بعمله ويرى أنه قد أدى حق الله عليه ولهذا قال بل الله يزكي من يشاء فهذا إلى الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال والله جل وعلا يعلم الأعمال الصحيحة الصالحة الخالصة لوجهه من الأعمال المخالفة لذلك كما في الآية الأخرى هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفي هذه الآية بل الله يزكي من يشاء فتزكية الشخص والحكم له بأنه من أهل السعادة وأنه من أهل الإيمان هذا عند الله جل وعلا فعلى الإنسان يعمل العمل الصالح ويعمل الأسباب النافعة ولكن لا يزكي نفسه على الله جل وعلا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته